السلام عليكم ازاي نسافر من اسكندرية لغاية شرم الشيخ لو انت ساكن غرب اسكندرية في ابو ثلاث والعجمي والدخيلة الاماكن دي فغالبا انت هتاخد الطريق الصحراوي طريق مصر اسكندرية الصحراوي اللي هو اللونه ازرق ده مش هتاخد الطريق الزراعي اللي لونه احمر ده هتنزل في طريق مصر اسكندرية الصحراوي كده لغاية بعد ود النطرون بشوية هتلاقي فيه تقطع هنا مع الطريق الاحمر ده الطريق الأحمر ده اللي أنا بلف عليه ده اسمه الطريق الدائر الإقليمي اللي بيلف من مسافة بعيدة حوالين مدينة القاهرة قبل ما توصل للطلاقي بين طريق مصر اسكندرية الصحراوي وبين الطريق الأحمر ده هتلاقي دخلة هنا هوا تيجي مدخلك على الطريق الموازي اللي هو بتاع عربية النقل وبعد ما توصل تحت الكبر ده الكبر ده هو الطريق الدائر الإقليمي ما لكش دعوة باليوتيرن اللي هنا اللي هو الكباري دي انت هتيجي لغاية هنا هتيجي داخل واخد اللفة دي كده علشان تاخدك وتطلع بيك فوق الطريق الدائر الإقليمي فتمشي كده بقى تروح نحية الشرق تفضل ماشي وتعدي فرع رشيد وتدخل في محافظة المنوفية وقبل ما توصل مدينة بنها هتعدي على كبر هنا اللي هو تقاطع مع طريق مصر سكندريا الزراعي ما لنش دعوة بيه هنكمل على طول احنا في طريق الدائر الإقليمي ما لنش دعوة بأي حاجة من هنا على طول على طول لغاية بعد مدينة العشر من رمضان هنبقى داخلين على مدينة بدر بنكون فوق طريق الإسماعيلية الصحراوي برضو ما لنش دعوة بيه بنكمل لغاية ما نتقاطع مع طريق مصر السويس الصحراوي لانك انت هنا هتيجي في الحتة دي بقى وتنزل من على الدائر الإقليمي انت في كبرى هو على طريق الدائر الإقليمي هتيجي نازل برضو كده هو فتلف وتيجي واخد كده انت دخلك في مصر السويس الصحراوي تفضل ماشي في طريق مصر السويس الصحراوي واخد طريق شرق على طول لغاية ما تلاقي نفسك قبل السويس انت قبل السويس هنا بخمستاشر كيلو في المكان ده بتيجي سايب طريق السويس الأصلي وتدخل برضو على الطريق الموازي بتاع النقل علشان تعمل ايه شوف معايا كده انا ماشي ازاي هسيب بقى طريق السويس وامشي كده كده واجي طالع على الكبرى ده ده كبرى هو واضح اطلع على الكبرى ده كده واجي داخل كده يبقى انا مش رايح السويس ان رايح نفع الشهيد احمد حمد بفضل ماشي في الطريق ده كده ادينا ماشيين وسط الصحرا وسط الزرع لغاية ما وصل لمدخل النفع هو ده مدخل النفع المنظر اللي انتو شايفينه ده كده العربية تدخل هنا كده وبعدخلت جوه نفع الشهيد احمد حمدي النفع ده بيعديك تحت قناة السويس فين هي قناة السويس اها المجرى الملاح العريض ده هو ده قناة السويس اللي وصلة البحر الاحمر بالبحر المتوسط فانا لما نزلت في النفع من هنا اهو من الحتة دي كده يبقى انا عديت تحت قناة السويس بطلع من اين ادي مخرج النفع اهو اللي احنا شايفينه قدامنا ده ده مخرج نفع الشهيد احمد حمدي يبقى انا كده اطلعت من النفع كده انا دخلت شبه جزيرة السينة هامشي كده في الصحرا عدي من الكمين او المكان ده هامشي كده شوف معي وادي الطريق بتاع شرم الشيخ انك تدخل كده في الحتة دي هتلاقي كده لفتات ويفط تقولك انت داخل في طريق شرم الشيخ المسافة من مخرج النفع لغاية هنا قد ايه المسافة اربعة كيلو ونص تقريبا تمام تدخل بقى انت نزلت كده في طريق شرم الشيخ اللي هو الاتجاهين ده تنزل كده هوا على طول هتلاحز بقى هنا هتلاحز انت كده في الطريق القديم بس معسوم نصيا لكن في هنا زي ما انت شايفين دي بوابات طريق شرم الشيخ الجديد تاخد البوابات وتيجي ماشي في الطريق الجديد انت مش هتمشي في الطريق الازرق انت هتكمل في الطريق الاحمر اللي هو في كل اتجاه حوالي ثلاث حرات مش هتاخد الطريق الازرق لان الطريق الازرق ده ده طريق شرم الشيخ القديم ده الطريق القديم يفرق ايه عن الطريق الجديد الطريق القديم هو طريق واحد فيه الاتجاهين مع بعض لكن الطريق الجديد زي ما احنا شايفين الاتجاهين مع بعض كل واحد ليه طريق يعني كل واحد ليه شارع الطريق القديم كمان بيبقى ماشي جنب البحر بيعدي بيك جنب البحر اللي هو خالج السويس يعني بيعدي بيك جنب خالج السويس وبيدخل في وسط البلاد بقى زي راس سدر وابو زنامة وبرديس والمدن دي كلها والطور لكن الطريق الجديد بيبقى ماشي على طول بعيد عن المدن دي عشان تبقى ماشي في الصحر على طول بعيد عن البحر وبعيد عن المدن هم مش بيقرف من البحر غير في الحتة دي بس حتة دي في جبال هنا ما يدروش يمشوا فيها فخلوا الطريق قرب البحر قاد الطريق الجديد وقاد الطريق القديم وتكمل مشاينك علشان انت داخل على مدينة شرم الشيخ ازاي تعرف انك دخلت شرم الشيخ بتلاقي بقى الجبار الملونة دي والطريق عمال يلف ويدور كده تيجي داخل كده داخل كده مكمل مكمل وقادي برضو بوابات علشان تعدي من الطريق ده وبكده انت وصلت شرم الشيخ هتلاقي نفسك بقى قدام او جانب البحر الاحمر تعرفها لما تشوف المراكب دي اللنشات دي فيه مينة هنا وهو وهو بعد كده بتعدي على منطقة السوق القديم دي منطقة السوق القديم وده الجامع الجديد الفخم ده اللي عاملينه في شرم الشيخ وبعد كده ممكن تروح الهضبة دي منطقة الهضبة في شرم الشيخ وممكن تكمل تاني وتروح خليج نعمة فيه طريق تاني وديت لمدينة شرم الشيخ وانت جاي بقى من محافظات الدلتا واسكندرية وكده انك تمشي في مصر اسكندرية الزراعي مش الصحراوي يعني لو انت ساكن شرق اسكندرية فيمكن تفضل انك تاخد طريق مصر الزراعي بدل ما تروح غرب ولسه يتاخد الطريق الصحراوي هتعدى على كفر الدوار هتعدى على دمانهور هتنزل بالطريق الزراعي تايل برود بتيجي عند كفر الزيات زي ما انت عارف لو انت روحت يا مصر كتير زراعي مش هتدخل بعد ما بتعد الكبري بتاع الكفر الزيات ده انت مش داخل بقى هتيجي هنا ما انتش هتعمل كده انت مش هتعمل كده عشان تروح طنطة لا انت نازل كده على طول عشان انت رايح هتوفر على نفسك لف الطنطة دي شايفين التانية طويلة بتاع الطنطة دي لا انت هتنزل عطول في الطريق الاحمر ده مش هتروح عند اللي هي الدخلة بتاع الطنطة انت لو كنت رايح طنطة كنت دخلت كده ودخلت كده ودخلت كده ولفت كده ومشيت كده 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 علشان توصل طنطة لكن انت عند كفر زيات انت مكمل على طول في الوصلة الجيدة دي دي واصلة عملوها سنة 2005 تقريبا بتكمل كده على طول في وسط الزرع ملكش داعوا بتنطة بتبعبينك وبنطنطة مسافة لغاية ما توصل هنا جنب القرى دي اللي هي جنوب طنطة ممكن اعرف لكم اسمها لو عايزين من هنا في حاجة هنا اسمها اماكن المأهولة ميد غزال ودفرة وكفر الشيخ مفتاح وابو مشهور المهم انك بتيجي داخل كده بقى تجي نازل كده على الطريق الزراعي تجي نازل كده على الطريق الزراع الاساسي اللي هو الازرع ده اللي هو ده يعني وتكمل بقى طريقة لغاية برضو ما هتوصل توصل في الطريق الزراعي توصل عند النقطة دي هتجي سايد بقى الطريق الزراعي علشان تدخل على الطريق الداير الاقليمي ازاي وانا ماشي في الزراعي انزل على الداير الاقليمي تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي نعمل كده لأ هو انا تحت انا ماشي في الزراعي انا عايز اطلع الكبري اللي يوديني للدائر الاقليمي اعملها كده هوا في دخلة او طلعة كده الكبري بيوديك كده هوا بتدخل كده تمشي كده يبقى انت كده طلعت على الطريق الدائر الاقليمي ماشي علي مينك الكلام ده قبل ما تدخل مدينة بنها قبل كفر الجزار وورورة والكلام ده كله قبل الكبري بتاع بنها ده انت بتاخد الطريق اللي هو الدائر الاقليمي اللي هو الاحمر ده عشان تنزل كده بقى فيه اي نعم هتعدي طبعا نهر النيل فرادمياط بس هتعديه بكبري الدائر الاقليمي ومش هتعديه من جوه بنها وكده او مش من عندي كفر الجزار يعني وهتمشي على طول في الطريق اللي هو طبعا ده عارفيني طريق ده ايه يا جماعة ده طريق شبرة بنها الحر ده ده اللي انا مش عليه ده لكن ده طريق مصر اسكندريا الزراعي مناش دعوة بدورة ده احنا خلاص خدنا الدائر الاقليمي يبقى نكمل عادي برضو زي ما شرحنا لو احنا جايين من الطريق الصحراوي وننزل كده على طريق السويس وناخد طريق السويس وقبل السويس بخمستاشر كيلو نعد الوصلة ديتها عشان نروح النفق نعد النفق وننزل كده في طريق شرم الشيخ ادي ابو زنيمة ودي راسة بورديس بعد راسة بورديس بخطوتين بتقرب من البحر وبعد كده بتمشي ع طول صحرا 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 مش هتشوف البحر تاني غير عند مارسل يخد ده وانت داخل مدينة شرم الشيخ ادي الهضبة وادي السوي القديم وادي خارج نعمة وادي ميدان سوه سكوير اللي هو جنب مطار شرم الشيخ الدولي ده مطار شرم الشيخ الدولي ده المنظر الجوي ليه بالامر الصناعي زي ما انت شايفين حاجة فخمة وحلوة بصراحة مطاراتنا الجديدة ان كانت شرم ولا الغرداء شكرا ليكم والى اللقاء واتمنى اعجاب للفيديو واشتراك في القناة